أهلا بحضراتكم من جديد طبعا الفوز بالأمس بسلاسية على فريق التراجي في تونس نتيجة يمكن مفيش أي فريق مصر قدر يحققها في السنوات الأخيرة تحديدا في ملعب رادس يمكن النادي الأهلي من أول 2012 لغاية 2023 يمكن سبق لي الفوز على التراجي حوالي 5-6 مرات في رادس لكن بتبقى النتيجة 1-0-2-1 بتتأهل من ملعب رادس أو من تونس للدور التالي سبق قبل جدا الأهلي برضو فاز على الصفاقس في رادس فاز على الإفريقي وتأهل على الإفريقي من ملعب رادس في الكونفيدرالية ولكن الفوز بسلاسة أهداف مقابل لشيء ما حصلتش قبل كده الشيء الممتع واللي أنا شايفه إيجابي جدا ورغم أن البعض ممكن يشوف ده غريب شوية الأهلي فاز على التراجي 3 وكان الجمهور نفسه النازجة تكون أخطر من كده لدرجة أن الناس لغاية اللحظة دي بتحاسب طاهر محمد طاهر أو أحمد عبدالقادر على إهدار فرصة أو اتنين قدام مرمى حارس مرمى التراجي يعني الأهلي كسبان 3 بس جمهور الأهلي كده ليه كيميا مختلفة آه نكسب ونعمل سكور بس كل فرصة تيجي لازم تحرزها وتبقى هدف وده أنا شايفه عامل إيجابي مهم جدا فيه فرق ممكن تكسب 1-0 برا أرضها ترجع تعمل حفلات أو تكسب سوبر أو تكسب بطولة من مباراة ممكن تعمل حفلة وتقولك شبعنا ولكن للأهلي ليه كيميا مختلفة بس كيمية الأهلي مختلفة عشان جمهوره في الأساس هو اللي بيبقى حريصي للأهلي دايما يبقى مقدموش غير هدف واحد إنه يكسب ويعمل انتصار عريض وما يعملش حاجة تانية غيره أن ياخد البطولات وبس مش بيكسب بس المطشاط لا يلعب على البطولات ولما بيخسر مباراة أو بطولة الجمهور ما بيسكتش عشان ترجع من تاني عشان كده دايما لأدي الأهلي رقم واحد سيبوكم من فكرة إن أي حد يقولك أصل التراجي كان ضعيف أصل التراجي كان عنده غيابات أصل المباراة لعبت بدون جمهور كل الكلام ده مبررات لناس ممكن مش عارفة تنجح أو مبررات لناس أدمنت الفشل ولكن اللي يقرى الملعب واللي يتفرج على المباراة كويس جدا يعرف إن الأهلي اشتغل كويس قوي على المباراة دي يعرف إن كولر حضر كويس جدا لفريق التراجي حتى لو فيه غيابات حتى لو الفريق كامل الصفوف سبق الأهلي قبل كده كسب التراجي وكان التراجي بمدجج بأفضل لاعبين موجودين في الدورة التونسي والقوام الأساسي لمنتخب تونس حتى في المباراة اللي كانت بدون جمهور حتى في مباراة بحضور جماهير الأهلي كسب التراجي في ردس ولكن إحقاقها للحق لا كولر عمل مباراة كبيرة لعبت الأهلي عملت مباراة كبيرة جمهوري نادي الأهلي يعني عزم سمفونية رائعة بعد مباراة مباراة في فكرة اهضار الفرص يا جماعة ما يتقررش ما ينفعش طاهر يكون رايح للمرمى ويضيع كورة ده الكلام ده والقالي كسبان 3-0 الفرحة كمان بكهربا واحتفال كهربا على فكرة في ملعب رادس للقريب جدا من مدرجات الجماهير وقريب جدا من تفاصيل المتشاط الإفريقية يعرف إن القهربا في فرحته كان بيوصل رسالة لأن كلنا عارفين إن آخر خسارة للأهلي كانت في تونس مع الترجي المباراة الشهيرة اللي تلعبت في 2018 بقى أحداثها اللي تمت قبل المباراة أو حتى عقب لقاء الزهاب في برج العرب والترجي وقتها كسب 3-0 وكانت فيه احتفالات قهربا مبارح كان بيحاول يصالحوا الجمهور ويفكرهم إن الأهلي ما بيكون خسران أو ضعت منه بطولة لا بيفضل يلعب وبيمارس كل مبارياته عشان يقدر يعود ويرد على النتاج السلبية اللي حصلت قبل كده فكان احتفال قهربا أعتقد للفاكر أحداث مباراة 2018 كانت فيها رسالة إيجابية مهمة جدا عشان يفكر جمهور الأهلي إن الأهلي عمره ما ينسى بلغة الكورة يعني الصقر القروي اللي حصل فيه مناسبات سابقة التشكيل الأداء طريقة اللعب التغييرات بيرسي تاو تاو من أفضل اللعيبة الأجانب اللي انضموا للدور المصري آخر سنتين ثلاثة مش عايز أقول بسنا آخر عشر سنين اللي كان فيه وقتها كان فيه فلافيو كان فيه جيل بيرتو لعيبة مميزة على معلول من 2016 ولكن بيرسي تاو خامت لعب وقوالة لعب الحمد لله من البداية احنا قلنا جماعة الأهلي جايب لعب يعني ممتاز جدا ورائع جدا تاو مبارح نجمل مباراة بصراحة سواء في الهدف الأول في التحرك والتمركز والكنترولينج على الكورة في الهدف الثاني عمل أكتر من أسست يمكن قدم برح كهربا يعني انفراد بالمرمى ولكن سوء التوفيق ما قداش مساحة الكهربا ان هو يقدر يحرز هدف رائع جدا لكن ربنا عوض كهربا في الشوت الثاني بهدف مميز جدا من تمرير من لعب مميز لعب يعني السنة دي بيقدم مسم استثنائي اللي نعرفه عن حسين الشحات من قبل ما ييجي الأهلي السنة دي حسين الشحات بيقدم أفضل مسم لي مع النادي الأهلي تبص الكل ده وتلاقي كمان على الدكة فيه لعبة ما شاركتش وفيه لعبة نزلك هتمكن تعمل فارق أكبر من كده كل ده كويس قوي كل ده كويس جدا ولكن لقاء العودة انت رجع من تونس اقفل على فكرة 3-0 لا انت رجع 0-0 الكورة دايما معودانا على المفاجآت فمهم جدا من جماهير النادي الأهلي وانا عارف ان الجماهير ولسه بتكلم على كمية جمهور الأهلي الرسالة اللي توصل للعيبة من النهار ده لغاية الجمعة الجاية الأهلي لم يتأهل بعد ما شوفش رسائل وناس بتكتب على السوشيال ميديا وبيجات كبيرة هو الفاينال لو سندونز وسل فاينال هيلعب الساعة 3 العصر ولا الكاف هيغير المعاد كلام ده كله سابق لقوانه لسه الأهلي لم يتأهل يا جماعة دي رسالة مهمة جدا عشان ما نجيش على مباراة الجمعة تبقى الناس واخدا طبعا ان خلاص الأهلي تأهل كلام ده لو وصل للعيبة اعتقد بيبقى ليه تأثير سلبي فانت لسه ما ضمنتش التأهل ترجمة نانسي قنقر